خطط استيطاني جديد يهدف لربط مستوطنتين مخولة وشتمات مخولة الجاثمتين على أراضي المواطنين في الأغوار من خلال إقامة مئات الوحدات الاستيطانية حيث شرعت آليات الاحتلال بتجريف الأراضي الواقعة بين المستوطنتين مشروع استيطاني هدف السيطرة والاستلاع على الأرض في مقابل توسع المستوطنات وزيادة عداد المستوطنين وعطاء حوافز امتيازات للمستوطنين وجلبهم لمنطقة الأغوار مقابل حرمان الفلسطينيين من حقهم على أرضهم وحرمانهم من حقوقهم ومن أرضهم اللي بعيشوا عليها كبل الاحتلال الإسرائيلي الجهات المختصة تؤكد أن هذا المخطط يهدف إلى ربط المستوطنات ببعضها البعض لتشكيل حزام استيطاني يحيط بالتجمعات التي يقتنها المواطنون في الأغوار طبعا جميع المستوطنات فيها أعمال توسعة وبناء وحدات استيطانية جديدة في كل المستوطنات طبعا الخط الاستيطاني الواصل من بين اللي هو من اتجاه عين البيضة لحاجز الحمراء خط ستين جميع المستوطنات اللي فيه بتشهد توسع حتى إنها تشكل ترابط بين كل المستوطنات والشكل كبير تشكل مدينة كبرى من المستوطنات في هذه المنطقة توسيع الاستيطان في الأغوار والاستلاء على أكبر مساحة من الأراضي بعد تهجير المواطن منها سياسة تنتهجها حكومات الاحتلال لتسهيل عملية الضم واقع جديد يفرض في الأغوار يسعى الاحتلال من خلاله إلى ضم سلة فلسطين الغذائية والحدود الشرقية مع الأردن من الأغوار الشمالية أمير شهين تلفزيون فلسطين